عندنا في الحديث الشريف أن المهدية عليه السلام لما يخرج يبتلى بالناس بالمسلمين كل منهم يتأول عليه بكتاب الله كلهم يجيبون إحنا نحتاج عليك بكتاب الله فنرفضك شايف مهزلة أكبر من هذه كفار قريش ما احتجوا على النبي بصحف إبراهيم مثلا بنفس الدين وإنما احتجوا عليه بماذا تلك ملة آبائنا و أجدادنا إحنا نتبع آبائنا وأجدادنا فما قابلوه بهذا الزعم أما مشكلة هذا الإمام صلوات الله عليه لما يظهر هذه الأمة المنكوبة التعيسة هذه تحتج عليه بماذا بكتاب الله تؤوله ويعني تلوي المعاني تغير المعاني وتقول لا أنت باطل وما جئت به باطل ومن سيحتج عليه من الطرفين يعني ليكن يروح ذهنكم بس تقولون يا ذولة بس البكريين والنواصب لا 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 حتى اللي فيما بيننا يقولون له ماذا ارجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك إنما نتقي أنت جاي تفرض علينا عدم العمل بالتقية ونحن نريد أن نبقى على التقية أنت تريد أن تدخلنا في حروب أهلية ونحن أصحاب مشروع الوحدة الإسلامية العظمى أنت جاي تريد تدعو الناس للبراءة من أبي بكر وعمر إحنا هذا حسب فتاوى علمائنا يعتبر ماذا ذنبا عظيما أنت جاي تريد يحيي الله عز وجل لك عائشة لكي تجلدها إحنا ما نقبل فتوى عندنا فتوى من ولي أمر المسلمين أنت من المسلمين لازم تتبع هذا الولي والعياذ بالله ولي أمر المسلمين يقول ولعله جدد في هذه الأيام وها الشكل سفاهته هذا الأخرق أنه الإساءة للسيدة عائشة على تعبيره إساءة لرسول الله الإساءة اللفظية إساءة لرسول الله فكيف الإساءة بالجلد بالسياط ماذا لو أن يصير هذا؟ هذه الأعظم إساءة للنبي هذه أحاديث عندنا طبعا أن المهدية عليه السلام من سيرته الوضاءة أنه يقتص لأم إبراهيم عليهم السلام السيدة مارية لأنه عائشة هذه افترت على السيدة مارية قالت هي زنت مع الخادم والعياذ بالله وجابت إبراهيم يعني هي عاقر هذه اللي هي بنت الزنا هي هذه عائشة بنت الزنا ترى كانت زين هي هذه عاقر سيئة ف متحسرة كثيرا على أن النبي صلى الله عليه وآله ما جاب منها ولد فوجئت بأنه النبي مجرد ما اتخذ مارية عليه السلام جاب منها ولد فثارت ثائرته فاتهمت مارية بالإفك والعياذ بالله هذا الآمر قذف يستوجب ماذا الجلد النبي صلى الله عليه وآله بصلاحياته الممنوحة من الله عز وجل أخر هذا أخر حكم الجلد يعني عقاب عائشة شرعا وفوضه للمهدية من ولده حتى تظهر الكرام ليش هم أخره حتى أنا وأنت نمتحن لأنه لو جالدها في ذلك الزمان المسلمين قاطبة يصيرون ضد عائشة يقولون هذه مجلودة النبي ما الشكل بعد ما يتولونها لا لا بد يفتح باب الابتلاء الالهي امتحان لا بد أمرها يشتبه على بعض الناس لا بد فيترك ذلك للمهدية عليه السلام فحسب الروايات الشريفة المهدي لما يخرج من جملة ما الله عز وجل يكرمه به أنه يحيي له عائشة فيجلدها الحد لفريتها تقول الروايات على أم إبراهيم سلام الله عليهما فهذا الأمر مستحيل تتحمل المشاعر الطيبة الودودة التي يكنها خامنئي وأتباعه تجاه عائشة مستحيل يرون أمام أعينهم عائشة تجلد بهذه الطريقة ولا تأخذهم الحمية على عرض النبي مستحيل يعني فيواجهون الإمام صلوات الله عليه قلوا لا هذا ممقبول هذا لا يجوز فإياكم أن تنساقوا إلى الشيطان والشياطين وأعوانه ترجمة نانسي قنقر موسيقى و angكوم